سهل الخير يا جماعة الخير فيه ثلاث حاجات بس عايز اعلى عليهم في الصلاة وللأسف يعني في دول الخليج موظمون طبعا عارفين فيه جنسيات تانية مختلفة وربنا يكرمهم يا رب هم مسلمين وكل حاجة بس للأسف بيبقى عندهم فيه حاجات كده في الدين بتحصل هم مهاش على وعي بيها ومعارفين بس اللي هم الأساسيات لكن الحاجات تندرج تحت الحاجات دي مش بوجودة يعني مثلا الإمام واحد منهم أنا شفته الإمام دخل والمقيم بتاع الصلاة وبيقوم الصلاة وبالفعل الشخص ده لسه عمال بيصلي السنة ومكمل في السنة والإمام بدأ أساسا الصلاة وهو لسه مكمل السنة في وسط الصف طبعا ما ينفعش المفروض والمتعارف عليه إن وقت ما الإقامة يعني خلاص هو اللي بيقوم الصلاة بيقومها انت نقطة بتصلي السنة بتسلم عشان تقوم لصلاة الفرد دي أول حاجة تاني حاجة ناس منهم كتير ما تعرفش حتة إن التشاهد الوسطاني اللي هو بيقى ما بين الرقعات مثلا في الظهر بتصلي رقعتين وبيبقى في نص التشاهد الأولاني وبعد كده بتكمل لرقعتين وبعد كده التشاهد الكامل لا هم معارفين إن التشاهد الوسطان ده هو تشاهد كامل فطبعا حتة الوعي دي مش بكلم عن الجنسات دي بس في ناس لأسف كتير ما تعرفش الحاجات دي فيبقى تاني حاجة مفروض التشاهد الوسطاني اللي هو بعد أول رقعتين بيكون نص التشاهد الأول اللي هو التحياته لله والصلاواته الطيبات دي تاني حاجة تالت حاجة ودي الأهم ناس كتير بتدخل مثلا والإمام بيصلي وحالة إن هو كان راقع أو الإمام ساجد ويقوم عامل إزاي الله أكبر ونازل على الرقوع أو السجود وده غلط إيقى لما بتخش لازم أول حاجة تكبرت الأحرام الله أكبر بعد كده الله أكبر لو تنزل بقى ترقع أو تسجد لكن إنت تتقون الله أكبر وتنزل على الرقوع أو السجود على طول مرة واحدة ما ينفعش طبعا ولا يجوز أول ما تخش تكبرت الأحرام عدى الله أكبر بعد كده الله أكبر بتبدأ ترقع أو تسجد ده كان الفيديو بتاع النهاردة يريد تشعرها جماعة على أوصى الطاق عشان اللي ما يعرفش يعرف وكل يكسب السواب معي إن شاء الله السلام عليكم